بسم الله نواصل دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الثاني Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الموضوع التالي وهو عن العنوان غير المباشرة Indirect Address نعرف أن هناك طرق مختلفة للحصول على الأوبراند من تعليمات الحاسب هناك طريقة تستخدم فيما يسمى بال Immediate Instruction تستخدم هذه الطريقة فيما يسمى بالتعليم الفورية في هذه الطريقة بالذات نحصل على الأوبراند داخل التعليم وهو الجزء الثاني من التعليم قلنا أن التعليم تنقسم إلى جزءين جزء الأول Operation Part وجزء الثاني Address Part كما موضح في الشكل أدنى في نوع ال Immediate Instruction الجزء الثاني الموجود في الأدرس هو نفسه الأوبراند لا نحتاج أن نذهب إلى مكان في الذاكرة لنحصل على الأوبراند في نوع العنوان المباشرة Direct Address Instruction الجزء الثاني جزء العنوان يأخذنا إلى عنوان الأوبراند الجزء الثاني وهو الأدرس Part يأخذنا إلى مكان في الذاكرة نجد فيه الأوبراند والأوبراند دائما نقررها ما هي الأوبراند؟ هي البيانات التي نريد التعامل معها أو المعاملات لكل عملية معاملات أحد المعاملات نأتي به من قسم البيانات في الذاكرة لذلك نسمي هذه البيانات بالأوبراند في النوع الثالث وهو العنوان غير المباشرة Direct Address نحتاج خطوتين للوصول إلى الأوبراند وليس خطوة واحدة كما في طريقة المباشرة طريقة المباشرة نذهب إلى جزء العنوان يأخذنا مباشرة إلى الأوبراند طريقة غير المباشرة نذهب إلى جزء العنوان يأخذنا إلى عنوان آخر في الذاكرة ننظر داخل ذلك العنوان في الذاكرة فنجد عنوانا ثانيا هو الذي يأخذنا إلى عنوان الأوبراند إذن نحتاج خطوتين للوصول إلى الأوبراند طيب السؤال كيف نفرغ بين هذه الأنواع؟ في هذه الحالة يصبح شكل التعليم مختلف قليلا عن الشكل الذي عهدناه الشكل الذي عهدناه هو تعليم من جزئين جزء للأوباريشن نسميه الأوب كود وجزء للعناوين ونسميه الأدرس هذا ما كنا نراه سابقا الآن الشكل الجديد هو الذي نراه أمامنا وتم فيه استخدام أول بيت إلى اليسار لتحديد نوع العملية هل هي مباشرة أم غير مباشرة هذا الحرف الآي هذه الوان بيت التي رمزنا لها بحرف آي تسمى الأدرس بيت وهي إما أن تكون تساوي صفر في هذه الحالة يكون الأدرس مباشر direct أو تساوي واحد يكون الأدرس غير مباشر in direct وسنرى الفرق بينهما في الشكل التالي أما باغي التعليم فهو أوب كود كما رأينا وادرس نلاحظ أن عدد البيتس للأوب كود في مثال ال 16 بيت instruction التي ذكرناها في الدرس السابق نقصت إلى ثلاثة لماذا؟ لأننا أخذنا واحد بيت لنفرق به بين العنوان المباشرة والعنوان وغير المباشرة الشكل التالي يشرح الفرق بين هذين النوعين من أنواع العنوان إذن بهذا الشكل إلى اليسار نجد رسم يوضح العنوان المباشرة direct address وإلى اليمين رسم يوضح العنوان غير المباشرة in direct address هذه الأرقام الموجودة إلى يسار الزاكرة هي العناوين وهي ممثلة بالهكسا ديسيمل نذكر دائما وهذه هي التعليمة هذه هي التعليمة تبدأ بصفر لذلك قلنا أنها مباشرة لأنها تبدأ بصفر فهذا هو الادرس هذا هو الادرس bit وهو صفر في هذه الحالة وهذه هي الأوب كود ونجد أنها كلمة add إذن العملية المراد تنفيذها هنا هي عملية جمع وهذا هو الادرس part وهو 457 بالهكسا إذن في نوع العنوان المباشرة هذا المحتوى الذي نجده في الادرس part يأخذنا مباشرة إلى عنوان الأوبراند وهو 457 لذلك نجد هنا الأوبراند هذه الأوبراند تأخذ مباشرة إلى دائرة آدر ويجمع معها محتوى الأكوميليتر والناتج يأخذ مرة أخرى إلى الأكوميليتر هذا ما يوضح بالرسم بعد إجراء عملية الجمع يصبح محتوى الأكوميليتر الجديد هو الناتج الجمع الذي حدث بين محتوى السابق وبين الأوبراند إذا نظرنا إلى الرسم إلى اليمين نجد هناك اختلافات بينها وبين الرسم الأول أول شيء الأدرس bit أصبح يساوي واحد الأدرس bit أصبح يساوي واحد هذا يعني أن العنوان غير مباشرة ما زالت العملية هي الجمع وما زال هذا الجزء يمثل الأدرس لكنه لا يأخذنا مباشرة إلى الأوبراند إنما نحتاج خطوتين الخطوة الأولى يأخذنا هذا إلى عنوان نجد فيه محتوى هذا المحتوى هو الذي يأخذنا إلى عنوان الأوبراند ونصل الأوبراند بعد خطوتين وباقي العملية تتكرر تجمع هذه الأوبراند مع محتويات الأكوميليتر الموجودة سلفا ثم يخزن الناتج في الأكوميليتر بعد الحصول عليه هذا رسم توضيحي للتفريق بين النوعين من أنواع العنوانة هما العنوانة المباشرة كما في الرسم إلى اليسار والعنوانة غير المباشرة كما في الرسم إلى اليمين وحتى لقاء في الدرس القادم